اشتركوا في القناة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للإنس والجان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما حان حين وآن آن أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في شرح تفسير ابن سعدي واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر للسعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف استكمالًا للقسم الأول المجتمل على مقدمة المصنف وتفسير سورة الفاتحة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله وأنزله شفاءً للصدور بسم الله والحمد لله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واجعلنا من المقبولين قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا قال رحمه الله وأنزله شفاءً للصدور من أمراض الشبهات والشهوات ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات وشفاءً للأبدان من أمراضها وعلالها وآلامها وأسقامها تقدم أن المصنف رحمه الله حمد الله عز وجل على إنزال القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ثم شرع يذكر صفات للقرآن الكريم فذكر إحدى عشرة صفة تقدمت منها اثنتان ثم ذكر في الجملة المقرؤة الليلة الصفة الثالثة فقال وأنزله شفاءً للصدور من أمراض الشبهات والشهوات ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات وشفاءً للأبدان من أمراضها وعلالها وآلامها وأسقامها وهذه الجملة مشتملة على إثبات أن القرآن شفاء ومعنى كونه شفاءً أنه يحصل به اقتلاع الداء إذ ليس كل دواء شفاء فإن من الأدوية ما يعالج به المرض ثم لا يندفع ومنها ما يعالج به المرض فيندفع فإذا حصلت العافية من الداء صار شفاءً وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن شفاءً في ثلاث آيات فقال تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وقال تعالى قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَةٌ فهؤلاء الآيات شاهدات بأن القرآن شفاء فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كلهن بذلك فقال في الآية الأولى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وقال في الآية الثانية يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وهذه الموعظة هي القرآن الكريم وقال في الآية الثالثة قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ فالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم شفاء وشفاء القرآن نوعا أحدهما شفاء القلوب والأرواح والآخر شفاء الأبدان والأشباح فأما الأول فهو المذكور في قول المصنف رحمه الله وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات وأما الثاني فهو المذكور في قول المصنف وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها فالقرآن تشفى به أدواء القلوب والأرواح وتشفى به أدواء الأبدان والأشباح والآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قد دلت على أن القرآن شفاء للقلوب والأرواح فإن الله سبحانه وتعالى قيد العموم المذكورة في الآيتين الأخرين بالآية الثالثة إذ قال سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فالعموم المستكن في الآيتين الأخرين من مجيء النكرة شفاء في سياق إثبات للامتنان مقيد مخصص بقوله تعالى لما في الصدور فالقرآن يشفي أمراض القلوب والأرواح وإذا وردت النكرة في سياق الإثبات امتناناً وذكراً للإنعام فهي تفيد العمومة في أصح قولي أهل العلم خلافاً للجمهور وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم والأمير محمد بن إسماعيل الصنعان ومحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان فالشفاء المذكور في الآية الأولى والثالثة عام ثم جاء في الآية الأخرى تخصيصه بكونه شفاء لما في الصدور وهذا التخصيص قامت عليه شواهد من السنة وقول الصحابة والإجماع والنظر فإن هؤلاء تدل على أن القرآن مما يشفى به المرض الذي يصيب القلب والروح فأما السنة فما رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد أصابه هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب غمي الحديث فهؤلاء الجمل الأربع فيهن خبر عن انتفاع القلوب والأرواح بالقرآن فإذا صار القرآن ربيعا قلب العبد ونور صدره وجلاء همه وذهاب حزنه انتفع بذلك وأما أقوال الصحابة فروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فقوله والقرآن شفاء لما في الصدور إعلام بأن القرآن يشفي أمراض القلوب والأرواح وأما الإجماع فأهل العلم مجمعون على أن الأمراض التي تعتور القلب تداوى بالقرآن لا يختلفون في هذا ولم أقف على أحد ذكر الإجماع إلا أن باب الحقائق القلبية الإيمانية يجري فيه كلام أهل العلم متتابعا مستفيضا موافقا للشرائع لا يختلفون فيه ولا يحتاجون إلى ذكر إجماع لأن من عرف ما جاء في القرآن والسنة من هداية القلوب وإصلاح النفوس والأرواح علم أن هذه الحقائق الإيمانية القلبية مما ينبغي أن يتفق عليه ولا يختلف فيه وأما النظر فهو أن أصل انتفاع العبد من القرآن محله القلب قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ومحله من الصدر هو القلب لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فإذا كان أصل انتفاع العبد من القرآن هو القلب تحلية فإن تخلية القلب كذلك من الأمراض التي تعتليه تكون بالقرآن فظهر من السنة وأقوال الصحابة والإجماع والنظر ما يوافق ما ذكر في الآيات الثلاث من أن القرآن شفاء لما في الصدور وأما النوع الثاني وهو شفاء الأبدان والأشباح فليس في آيات القرآن ما يدل على ذلك فالآيات المتقدمات كما أسلفنا هي في شفاء أمراض القلوب والأرواح من عللها وأمراضها ويدل على ذلك أمران أحدهما التخصيص الذي سبق ذكره في قوله تعالى وشفاء لما في الصدور والآخر أن سياق الآيات يتعلق بالقلب والروح فقط لأن الله ذكر فيهن ما يتعلق بالمؤمنين والكافرين فإنه لما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولما ذكر في الآية الثالثة حال المؤمنين مع القرآن قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وأما في الآية الثالثة فجاءت خاصة بالمؤمنين إذ قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أي اعلموا أيها الناس أن هذا القرآن الذي أنزلناه ينتفع به المؤمنون فيكون لهم موعظة وشفاء لما في صدورهم وهدى ورحمة وهذا الذي ذكرناه من كون الآيات مختصة بشفاء القلوب والأرواح دون الأبدان والأشباح يصدقه الأثر المتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح فإنه لو كان القرآن بالآيات المذكورات شفاء للأرواح والأبدان لما قال ابن مسعود ما قال فإنه قابل العسل الذي قال الله عز وجل فيه فيه شفاء للناس بالقرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وشفاء لما في الصدور إلا أن السنة النبوية والنظر يدلان على أن القرآن شفاء للأبدان والأشبح فبدلالة الأثر والنظر يكون القرآن كذلك شفاء لها فأما السنة فمنها مرواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد من أهله نفت عليه بالمعوذات أي إذا مرض أحد من أهله مرضا في بدنه وشبحه فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مداواته بقراءة المعوذات عليه مع النف فيها والنف هو نفخ مصحوب بريق لطيفة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما من المسلمين في سرية فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم ومنعوهم القراء ثم شكوا إليهم حال سيد القوم وقالوا إنه سليم أي مريض لما لدغته عقرب فهل فيكم من راق فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة فشوفيا كأنما نشط من عقال وفي آخر الحديث لما قصوا خبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدريك أنها رقية ثم أمرهم أن يضربوا له بالسهم في الجعل الذي أعطاه أولئك الحي لأبي سعيد ومن معه على ما صارت عليه حال سيدهم من الشفاء ففي الحديث أن القرآن لما قرئت منه الصورة الفاتحة إن دفع عن ذلك العليل مرضه وهو السم الذي سرى فيه من لذغة العقرب وأما الحديث المشهور عليكم بالشفاءين القرآن والعسل فهذا حديث اختلف في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف من كلام ابن مسعود اختاره الدار قطني في علله والبيهقي في شعب الإيمان وإذا كان موقوفا عليه من كلامه فإنه مبين بما تقدم من كلامه في قوله العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فهذا القول يفسره ذلك القول وأما النظر فقد ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلل والأمراض البدنية تتداوى بأنواع من الرقية من الأدعية والأذكار هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما فإذا كان غير كلام الله سبحانه وتعالى ينتفع به البدن مما جاء في هذه الأحاديث ذكرا ودعاء يكون رقية فإن انتفاعه بالقرآن الكريم أعظم وأكبر أشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد فالأثر والنظر يدلان على أن القرآن شفاء للأبدان والأشباح كما هو شفاء للقلوب والأرواح وأما آيات القرآن نفسها التي ذكرناها فإنها تدل على كونه شفاء شفاء للقلوب والأرواح فإثبات كون القرآن شفاء للأبدان والأشباح جاء في غير القرآن مما ذكرناه في السنن والآثار والذي يشفيه القرآن من أدواء القلوب والأرواح هي أمراض القلب وهي نوعان أحدهما مرض شبهة ومنه قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والمرض الذي في قلوبهم هو شبهة الكفر والنفاق والآخر مرض شهوة ومنه قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والمرض هنا هو شهوة الزنا فهذان النوعان من الأمراض يندفعان بالقرآن الكريم فيكون القرآن شفاء للقلب من الشبهات والشهوات إذا أورد عليها واعتبر هذا في مرض الشبهة الذي يعرض للعبد من كون الأزواج رجالا يتساوون مع النساء زوجات فإن هذه الشبهة التي تسري للقلوب يبطلها قوله تعالى وللرجال عليهن درجة وهذه الدرجة التي جعلها الله للرجال من الأزواج على النساء من الزوجات هي المذكورة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا أورد على القلب هؤلاء الآيات وعلم موضعهن وأن الآية تتعلق بصيلة الرجل زوجا بالمرأة زوجة وأن بينهما تفاضلا وأن هذا التفاضل في صيلتهما غير مطلق بل هو مقيد بقوله تعالى بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لم تبقى تلك الشبهة في القلب واعتبر في مرض الشهوة كمرض شهوة الزناء شفاءه بقوله تعالى ولا تقرب الزناء إنه كان فاحشة وساء سبيلا فإن العبد إذا طمعت نفسه في هذه الشهوة وتعلقت بطلبها فأورد عليها هذه الآية اقتلعت ما يجده في قلبه من محبة تلك المعصية لأن الله سبحانه وتعالى لما نهانا عن الزناء أخبر عن مذمته بأمرين أحدهما أنه فاحشة أي أمر عظيم القبح تنفر منه النفوس السوية والآخر أنه سبيل سيء فإذا تتايع العبد في مواقعة الزناء وتتابع فيه نال سوء مآله فالآية المذكورة توقظ العبد تنبيها إلى مذمة الزناء في الحال والمآل فالزناء فالزناء حالا ومآلا غائلته عظيمة فاعتبار المعاني التي ذكرناها في شفاء القرآن للقلوب والأرواح من أمراضها شبهة وشهوة وشهوة قياس يضطرد في سائر القرآن فيما يتعلق بالشبهات والشهوات فمن عظم إقباله على القرآن وأدمن النظر فيه ووقف على مقاصده ومعانيه لم يجد أحد من جند جيش الشهوة أو الشبهة طريقا للإقامة فيه فإن آيات القرآن بالنسبة لدفع الشهوات والشبهات كالشمس إذا طلعت على أرض فيها من صغائر الحشرات التي ما أن تجد التي ما أن تجد شعاع الشمس وقوة حرارتها حتى تهلك فكذلك تلك الشهوات والشبهات التي توجد في القلب إذا ورد عليها القرآن كان شفاء ماحيا لها وأما الذي يشفيه القرآن من أمراض الأبدان والأشباح فهو نوعان أيضا أحدهما الأمراض الظاهرة التي التي يشاهدها الناس ومنها ذهاب نور العينين ببيضاض هما قال الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن والآخر الأمراض الباطنة التي تكون في الجوف فلا يشاهدها الناس ومنه قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما فإن العقم مرض باطن على ما يدركه أهل المعرفة له مما يتعلق بحال الرجل تارة أو بحال المرأة تارة أو بحالهما عند اجتماعهما زوجين تارة أخرى فالقرآن يشفي أمراض الأبدان والأشباح الظاهرة والباطنة واعتبر هذا في حديث أبي سعيد المتقدم فإن الذي وقع فيه هو دواء لمرض ظاهر وباطن فإن لدغة العقرب باعتبار خروج الدم وألم اللدغ مرض ظاهر ظاهر وهي باعتبار سغيان السم في الجسد مرض باطن فاتفق من قراءة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سورة الفاتحة على ذلك الذي أن برئ من دائه وقام معافا فكان القرآن الكريم شفاء للأبدان والأشباح كما أنه شفاء للقلوب والأرواح ومن عقل هذا المعنى فإنه ينبغي أن يكون فزعه عند ورود الأمراض عليه مما يتعلق بقلبه وروحه أو ببدنه وشباحه هو إلى القرآن لأن القرآن شفاء قطعا وهذا من صدق اليقين وحق التوكل والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى فهو يتيقن أن القرآن شفاء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض إليه عمره ويتداوى من علله التي أصابته في قلبه وروحه أو في بدنه وشبحه بآيات القرآن الكريم والتداوي بها في طلب الشفاء لا يمنع أن يلتمس العبد غيرها فإن ما تدفع به الأمراض نوعان أحدهما أسباب شرعية كالقرآن والآخر أسباب قدرية كأنواع الأدوية ولا يتنافى استعمال السبب الشرعي مع السبب القدري فالعبد إذا تعاطى سببا شرعيا كالقرآن يطلب دفع علته في قلبه وروحه أو في بدنه وشبحه لم يمنعه ذلك من أن يتعاطى سببا قدريا يطلب به الشفاء في مرض قلبه وروحه أو مرض بدنه وشبحه فالعبد إذا أصيب بمرض يتعلق بالقلب والروح كأنواع القلق والوسواس والفزع فإنه إذا تعاطى السبب الشرعي كالقرآن يطلب التداوي به لم يكن ممنوعا من أن يتعاطى شيئا من الأدوية القدرية من شراب أو حبوب أو إبر للمساعدة على دفع ما يجده من علة قلبه وروحه والأدوية والأدوية المأخوذة بطريق الكون والقدر منها ما ينفع للعلل التي تنتاب القلب والروح فإن هذا تارة يعرض للعبد لاختلال إفرازات بعض خلاياه العصبية مما يقعه في شيء من تلك الأمراض التي ذكرنا كالقلق أو الوسواس أو الفزع وكذلك إذا استعمل العبد القرآن أو غيره من الأسباب الشرعية في طلب شفاء مرض بدني باطن أو ظاهر لم يمتنع أن يستعمل سببا كونيا قدريا من الأدوية المجربة المعروفة في دفع ذلك أدى فلو قدر أن أحدا أصابه وجع في رأسه فوضع يده على رأسه وقرأ سورة الفاتحة سبعا ثم عمد إلى دواء مجرب معروف في تخفيف الصداع كحبوب فأكله فلا يمنع هذا من داك فهو يجمع بين السبب الشرعي والسبب القدري لكن مما ينبه إليه أنه ينبغي أن يكون إقبال القلب الأعظم هو على الأسباب الشرعية فإنها وإن كانت تشارك الأسباب القدرية في كونهما أسبابا خاضعة لحكم الله إلا أن الأسباب الشرعية ثابتة بطريق الوحي والأسباب القدرية ثابتة بطريق التجربة البشرية وما ثبت بطريق الوحي أعظم مما يستفيده الناس من تجاربهم وأحوالهم التي توقفهم على دواء داء من الأدواء يحصل به الشفاء وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل تتمة الكلام على كون القرآن شفاء في المجلس القادم بإذن الله تعالى اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر